النبات كنا في اللقاء السابق أخذنا بعض المعايير الهامة فيما يتعلق بالمفولوجيا بالشكل الظاهري للنبات وركزنا على ثلاثة معايير هامة أو ثلاثة مفاهيم صح التعبير مفهوم نسبة مساحة السطح إلى الحجم ومفهوم عدد رينولز وأخيرا مفهوم الطبقة الحدية اليوم نكمل بإذن الله فيما يتعلق بالتركيب التشريحي الداخلي للأوراق وأعضاء البناء الضوي عامة الأوراق والسوق العشبية والسوق العصاري التي تكون بعملية البناء الضوي بالنسبة للتركيب الداخلي التشريحي سيتم التركيز بإذن الله تعالى على بعض النقاط الخاصة في هذا الباب وفي هذا المجال وخصوصا التراكيب السطحية ووضعت التراكيب السطحية بجانب أو في باب التشريح لأنني أقصد بها التراكيب التي لا ترى إلا بالمجهر أو بالسكني الكترو ميكروسكوب أثناء الفحص بالتفصيل وبالتالي وضعت مع التراكيب التشريحية لأنها لا ترى عادة بالعين المجردة ثم خصائص التركيب الداخلي ويعني بها نسيج الداخلي لأعضاء البناء الضوي وأخيرا مسارات البناء الضوي لأنها لها ارتباط وثيق بكل من خصائص التركيب الداخلي وأيضا بالمورفولوجيا الشكل الظاهري للنبات على ضوء ما ذكر سابقا من مفاهيم الثلاثة نسبة مساحة السطح إلى الحجم وعدد رينولدس والطبق الحدية وبالذات نسبة مساحة السطح إلى الحجم والطبق الحدية وسيتم ربط الأجزاء التي ستذكر إن شاء الله في التشريح اللي هو التركيب الداخلي مع ما ذكر في المظهر أو التركيب المظهري القارجي بالنسبة للخصائص التركيب السطحية هناك أربع خصائص عادة تدرس أو أربع تركيب تتعلق بخصائص السطح الشمع فوق الأدمي والأدمة التي تأتي مباشرة تحت الشمع فوق الأدمي بمعنى أن الشمع فوق الأدمي يترسب على هذه الأدمة ثم الشعيرات وزوائد البشرة والترايكومس وأخيرا الثور الشمع فوق الأدمي كما هو معلوم وكما هو من الإسم الذي أطلقوه عليه علماء التشريح عبارة عن طبقة شمعية تفرز من ثقوب أو مسامات في الأدمة وتترسب على الأدمة وبهذا أخذت الإسم إبي كيوتيكولر واكس الشمع فوق الأدمي له طبيعة دهنية بينما الأدمة لها طبيعة دهنية مع مواد أخرى وبالتالي تكون متصلبة أكثر وتكون ثابتة أكثر بينما الشمع فوق الأدمي من الممكن إزالته سواء بالعوامل الجوية أو حتى ببعض المحالي كما سنرى إن شاء الله لاحق بيذلك الشمع فوق الأدمي يأخذ عدة أشكال وصائص وأخذ في مجال التصنيف يعني معيار معيير في الأطيق سواء أنت في الأناع أو الأجناس أو حتى الفصائل وهذا يقوم إلى الأشكال الثابتة للشمع فوق الأدمي في بعض الأحيان هذه الأشكال الثابتة الجيسة الواحدة وكما معيار معيير التصنيف في مجال المصنفين إضافة إلى ذلك العوامل الجوية تؤثر أيضاً العوامل البيئة تؤثر على نمط الترسبة تؤثر على الشكل المظهري للترسب مع أن الشكل الأساسي الشكل الأساسي الظاهري سواء كان على هيئة صفائح أو قشور أو على هيئة زغب الشكل الأساسي جينياً محكوم جينياً ولكن نمط التركيب الدقيق أو نمط الاختلافات الدقيقة بين نوع ونفس النوع من بيئة أخرى أو بين أنواع متقاربة تلعب الظروف البيئية فيه دوراً أيضاً هاماً لا يغفل وتأتي كما أسلفت على عدة أشكال منها الشكل الصفائحي القائم كما في الصورة الأولى والشكل الصفائحي المتقشر بينه فراغات والشكل الزغبي الشكل العصية الصغيرة أو العصية الأكبر شكل صفائح متفرقة قائمة شكل قضبان صغيرة طويلة أو ملتوية أو حتى شكل شعيري دقيق مترسع على الأدماء كل هذه الأشكال تنتشر بشكل كبير جداً في المملكة النباتية وتتعلق أيضاً بالبيئة وتتعلق بنمط النبات وأيضاً تتعلق وهذه نقطة مهمة جداً جداً بنسبة مساحة السطح إلى الحجم مرة أخرى سماكة طبقات الشمع فوق الأدمي عادة تربط بالبيئة بمعنى أن البيئات الجافة والحارة تكون عادةً سماكة هذه الطبقات عاليةً وعما كبيرة بينما البيئات الرطبة تكون سماكتها رقيقة أو تكون في البيئات المائية تقريباً معدومة معدومة تماماً ولكن هذا لا يصح دائماً نجد في بعض الأحيان نباتات في بيئات جافة سماكة الشمع فوق الأدمي فيها تكون قليلة وبيئات متوسطة ميزوفايتس أو المناخ فيها مناخ معتدل ونجد فيها سماكة الشمع فوق الأدمي سماكة أكبر وهذا طبعاً يعود إلى نمط العضو القائم بالبناء الضوئي وأيضاً مرة أخرى إلى نسبة مساحة السطح إلى الحجم فمثلاً الأوراق الرقيقة غير السميكة والتي بالتالي تكون نسبة مساحة سطحة إلى حجمها عالية تكون عادة النامية في البيئات الجافة ذات طبقات شمعية أسمك من مثيلتها في البيئات ذات المناخ المعتدل وفي نفس الوقت السيقان أو السوق الخضراء العصرية أو الخضراء التي تقوم بعملية البناء الضوئي في البيئات الجافة قد يكون لا شمع فوق أدمي أرق وذلك لأن نسبة مساحة السطح إلى الحجم فيها تلعب دوراً هاماً في حفظ الماء وبالتالي تعوض عن سماكة الشمع فوق الأدمي أمر آخر وهذا الأمر ملاحظ في النباتات وبالذات في نباتات البيئات الجافة بشكل كبير جداً لأن المصادر في البيئات الجافة مصادر محدودة سواء كانت مصادر عناصر التربة أو مصدر الماء الأهم في عملية البناء الضوئي المدززة في المثال معنى أنها قليلة وشحيحة ولذلك من أجل استغلال هذه المصادر بالشكل الأمثل وبالشكل الاقتصادي أن النبات عادة لا يضطر إلى صنع مثل هذه التراكيب بسماكة عالية أو بكمية كبيرة وذلك لأنها تأخذ من الطاقة التي يخزنها النبات والتي يعني يستخدمها في مناشط أخرى وفي عمليات أيضية أخرى ولهذا النبات عندما يحور التركيب الله عز وجل عندما يحور أو يخلق النبات ضمن هيئة محددة ودقيقة من ناحية نسبة مساحة السطح إلى الحدي ومن ناحية علاقتها بالطبقة الحدية بحيث أنه عندما تكون النسبة في صالح التخزين الأكبر للجوف مقارنة بالسطح الخارجي فبالتالي قد تقل سماكة فوق الأدمي وحتى سماكة الأدمة وذلك لأن هناك سطحا ضئيلا معرضا للبيئة الخارجية وحجما حيثا داخليا كبيرا معرضي أو يعني متوفرا للتخزين ولهذا تقل مثل هذه التراكيب لأن النبات يعوم من نسبة المساء نسبة الفراغ الداخلي الكبير للتخزين عن تكوين طبقات شمعية سميكة أو تكوين أدمة سميكة وهذا أيضا يربط كما أسلفت بالعوامل البيئية ويربط بنمط نمو النبات ومظهره في بيئة هذا بالنسبة للشمع فوق الأدمي هذه الشريحة تمثل تبين مقطعا عرضيا في ورقة سطح الورقة أيضا قد باختلاف النبات طبعا باختلاف النوع تختلف طبقات الشمع فوق الأدمي كما في الشريحة السابقة صفائح أو عبارة عن حلقات أو عبارة عن زغة خفيف أو شعيرات وحوالين الثغور عبارة عن حلقات أو عبارة عن قطبان أو عبارة عن صفائح طولية وهكذا عند دراسة الشمع فوق الأدمي عادة عند دراسة أشكال الشمع فوق الأدمي وهذه الأشكال أيضا لها كما أسلفت دور كبير في تقسيم النبات في التصنيف وفي التفريق بين الأنواع والأجناس والفصائل عند دراسة الشمع فوق الأدمي يفضل عادة تصوير العينة بهذا الشكل كما تأخذ مباشرة من الحقل وبالذات بالسكانينج إلكتروم ميكروسكوب وأيضا معاملتها بالكلوروفورم وضح القطع المراد إزالة الشمع فوق الأدمي عنها في محلول كلوروفورم لمدة من نصف ساعة إلى ساعة ومن ثم مثل هذه المعاملة ستذيب جميع الشمع فوق الأدمي وتبقى الأدم عارية بدون شمع فوق الأدمي بهذا الشكل ثم يعاد فحصها مرة أخرى مثل هذه المعاملة عادة يعني من النادر تناولها في الدراسات التصنيفية عادة فقط يتم الاعتماد على الطبقة الخارجية في أخذها كمعيار تصنيفي وتهمل الأدم تحت الطبقة الشمعية مع أنها مهمة جدا 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 وبالك لأنها أيضا لها أشكال مخصوصة ومحددة تتأثر بالعوامل الخارجية وأيضا تؤثر في نمط الترسيب الخارجي عليها من ضمن قبل الشمع فوق الأدمي هذه المعاملة في هذه الشريحة عملت على نبات من نباتات جنوب غرب المملكة نبات الريدلوسينانكم فورشكوليانا هذه الصورة أخذت بالمجهر الإلكتروني الماسح قبل المعاملة بالكلوروفورم وبعدها في الكلوروفورم أخرجت الرقاء وعملت لها أيضا تصوير بالسكانينج إلكتروني ميكروسكوب وهذا هو الشكل الظاهر بعد ذوبان طبقة الشمع فوق الأدمية ويتضح ظهور العديد من المظاهر السطحية التي لم تكن واضحة أثناء ترسيب الشمع على الأدم فمثلا الثغور كانت فقط عبارة عن فتحات في طبقة الشمع فوق الأدمي وليس هناك أي مظاهر واضحة لخصائص أخرى للثغور نمط خلايا البشرة التي تغطيها الأدمة أيضا لم يكن واضحا بالشكل الكبير لأن السطح كامل كان مغطا بطبقة الشمع فوق الأدمية لكن بالمعاملة بالكلوروفورم تضح السطح بشكل جلي كما هو غاضح في الصورة الثغور تضح أنها من المط الغائر في مخفضات كما هو غاضح في الصورة الطبقات خلايا البشرة أو خلايا البشرة من نوع المحب كما هو واضح ومثل هذه الخصائص أيضا تساهم في تكيف النبات مع بيئة إضافة إلى أنها أيضا خصائص تصنيفية مهمة التحدب هذا مهم لعكس الأشعة الضوئية وبالتالي التقليل من الأشعة الساقطة وخصوصا في ساعات الظهيرة عندما تشتد قوة الإشعاع طبعا قد يقول قائل هي أساسا كانت مغطابة بالشمع فوق الأدمي ولكن الشمع فوق الأدمي ليس دائما هناك عوامل يعني بيئية تؤثر على هذا الشمع الأدمي وقد تكون هناك مناطق تساقط فيها صفائع الشمع فوق الأدمي بهذه العوامل كافية في أشنه بالنشر الآن ولهذا قد تتعرى بعض هذه النطاقات وفي هذه الحالة إذا تعرت وظهر بهذا الشكل فتكون مثل هذه الخصائص الموجودة تحت طبقة الشمع فوق الأدمي أيضا كفيلة بحماية النبات من المؤثرات الخارجية إضافة إلى تغطيتها بالشمع فوق الأدمي هذه المعاملة للسوق ذات طبقات الشمع فوق الأدمي عادة من المظاهر التي لم تكن ظاهرة قبل إزالة طبقات الشمع فوق الأدمي الأدمة هي الطبقة التي توجد مباشرة تحت طبقات الشمع فوق الأدمي والأدمة هي تركيب ثابت قاسي نوعا ما السماكة تختلف باختلاف البيئات وباختلاف مع أن بعض المراجعات تقرر على أن الأدمة أيضا لها علاقة بالبيئة إلا أن هذا لا يصنع لأن سماكة الأدمة مثلها مثل سكة طبقة الأدمية تبايا تبايا ومع ذلك فإن مثل هذه النباتات متكيفة بشكل كبير جدا جدا مع البيئة ولهذا فسمك طبقة الأدمة لا يعول عليه بشكل كبير كخاصية ترتبط اعتباط مباشر بالظروف البيئية القاسية أو المجهدة في بيئة النبات وهذا أيضا يرتبط بنمط نمو النبات وبالمظهر الخارجي فمثلا الأوراق في البيئات وخصوصا الأوراق التي تقوم بعملية البناء الضوئي السوق الخالية من الأوراق السوق لأن لها نسبة مساحة سطح إلى حجم ضئيل بمعنى أن لها فراغا داخليا أكبر فبالتالي ما تحتاج أدمة سميكة لأن أدمة سميكة كما أسلفت تأخذ كمية من الطاقة يعني بمعنى آخر تصرف النبات يحتاج أن يصرف عليها ولهذا يخزن مثل هذا الصرف أو لهذا يطاع لمناسب أخرى وبهذا فإن المظهر الشكل المظهري للنبات إذا كان سطواني مثلا إذا كان ورقة سميكة يعني مثل ورقة سببارة التي يرتبط معنا في المتابعة البارحة لأن قلة المساحة الخارجية مقارنة بالحجم الداخلي ستعوض عن احتياج النبات لمثل هذه السماكة ولهذا مرة أخرى لا يعول على الأدمة كارتباط مباشر بينها في السمك بينها وبين العوامل الخارجية لأن الأمور الأخرى أيضا تلعب دورا كبيرا في هذا الصدد سواء كان نسبة مساعدة السطح للحجم الطبقة الحدية أو حتى نمط البناء الضوئي أو وجود أو عدم وجود شعيرات على السطح وهكذا في هذه الشريحة نرى أن الأدمة مثلا رقيقة وقد يعني تغطى بطبقة شمع فوق أدمية سميكة قد تكون الأدمة رقيقة وتغطى بطبقة شمع فوق أدمية سميكة وقد تكون كل من الأدمة وطبقة الشمع فوق الأدمية رقيقتان ويكون هناك شعيرات وقد تكون هناك أدمة وشعيرات بلا طبقات سميكة من الشمع فقط طبقات رقيقة هذا كله يربط كما أسلفت بيه نمط المظهر الخارجي للنبات هل هو السميك وبالتالي نسبة مساحة السطح للحجم أقل أم رقيق ورقة رقيقة وبالتالي تحتاج إلى مثل هذه التكيفات وهل الورقة دائمة بشكل أكبر كما في بعض السكليروفيلوس تريز أو الأشجار ذات الأوراق القاسية الجلدية التي تكون عادة أدماتها سميكة أو كانت من الأشجار أو النباتات التي عادة ما تنفض أوراقها أولا بأول مثل بعض أنواع الكوميفورا من الفصير البخورية وبعض الأكاشيات أو معظم الأكاشيات كل هذا يعتمد على نمط مظهر النبات ونسبة مساحة السطح للحجم وخصائص ثبات الأوراق هل تبقى لفترة طويلة أم لا في هذه الصورة نبات من نباتات جنوب غرب المملكة نبات السلب السانسفيريا إرنبرغي النبات هذا عبارة عن أوراق عصارية قائمة كما هو واضح في هذه الصورة أوراق عصارية قائمة ولأنها قائمة فالتعرض للإشعاع يكون أقل لأن في هذه الحالة تكون موازية للأشعاع الساقطة بخلاف الورقة عندما تكون بوضع أفقي تكون متعامدة مع الأشعاع الساقطة وبالتالي تتعرض للأشعاع بشكل أكبر ولهذا فوجود الأوراق العصارية الطويلة السيفية الشكل بهذا المظهر يعطيها ميزة في أنها تكون موازية للأشعاع الساقطة وبالتالي لا تتعرض للود كبير من الأشعاع أو كمية كبيرة من الموجات الإشعاعية وبالذات في ساعات اجتداد الحرارة في وسط النهار ومع ذلك فإن الأدم فيها كما راح الصغور سميكة الأدم سميكة وحتى الثغور غائع لأنه أساساً الورقة سميكة نسبة مساحة السطح للحجم فيها ضئيلة الحجم الداخلي الحيز الداخلي عالي حيز التخزين بالتالي وضع موازي الأشعاع الساقطة يقلل بشكل كبير جداً من الإجهاد الحراري والإجهاد الإجهاد الأشعاع الضغورية العالية ومع ذلك فإن النبات يصرف يصرف هذا الشكل كأيضاً طبق شمدمية ولكنها لا تصل لسماكة الأدم السميكة الواضحة وهذا قد يكون له دور ليس من باب يعني تكيف الظروف أي الصعبة التي يوجد فيها النبات ولكن أيضاً كتكيف لأن زيادة سماكة الأدم يعطي صلابة ومن المعروف اللي عملوا على النبات هذا والناس القاطنين في بيئات هذا النبات يعلمون هذا الكلام جيداً نبات قاسي في سطحه الخارجي قاسي جداً وهذا أيضاً يعطيه أفضلية لمقاومة الرعي ولهذا فالنبات ببنائه لمثل هذا التركيب السميك لا يعني يوفر حاجزاً لمنع تبخر الماء فقط بل إنه أيضاً يوفر وسيلة تقيه من آكلات الأعشاب الشعيرات وزوائد البشرة الشعيرات وزوائد البشرة أيضاً تغطي السطح العلوي أو سطحي العضو البناء أضوي سواء كان ورقة أو ساق وهذه بجانب أن لها أدوار بيئية تحدثنا عنها في الساعة الإصلاعية الميزة أنواع الفصل وتعتبر أيضاً من ضمن الخصائص التصنيفية التي يعمل تقسيم النبات إضافة إلى ذلك أشكالها نفسها الأشكال بجانب أن لها خصائص تصنيفية وفوائد في تقسيم النبات إلا أن هذه الأشكال تساهم بشكل كبير جداً في سماكة الطبقة الحدية وأيضاً في وضع الهواء ضمن هذه الطبقة الحدية سواء كان وضع دوامي كبير أو دوامي بشكل قليل أو كانت صغيرة دوامي ثم صفائحي مباشرةً وهكذا كل هذه الأمور تأخذ بعين لاعتبار عند التعرض للشعيرات وزوائد البشرة بحيث أنه لا يتم تناولها فقط على أنها خاصية تساعد في التصنيف لا إنما وجدت في النبات لأنها من ضمن أدوارها البيئية الهامة أنها تحافظ على النبات في بيئته ضمن العوامل البيئية المحيطة به كما أسلفت يتم ربطها بالطبقة الحدية وبنسبة مساحة السطح إلى الحجم هذه أيضاً صور أخرى للشعيرات الشعيرات بجانب أيضاً عملها الشعيرات أو الترايكومات بشكل عام الجامع لها بجانب عملها كحواجز تخفف من سرعة الهواء على الطبقة الملامسة مباشرةً القريبة من سطح العضو البناء الضوئي وبالتالي تزيد من الطبقة الحدية بجانب عملها كدارئة لتيارات الهواء ومعززة لسماكة تتعرض لكميات عالية من الإشعاع وتساعد بناء الضوئي وهذا عادةً يكون ذو أفضلية كبيرة في البيئات الجافة لأنها تتعرض وخصوصاً مفتوحة الأبن لأنها تتعرض لكميات عالية من الإشعاع وتساعد بناء الضوئي لا يتعرض لحرارة عالية وبالتالي ما يتم فقد الماء بشكل أكبر الصورة هذه توضح نبات الإيرفا جفانيكا والإيرفا جفانيكا من نباتات نبات الإيرفا والنباتات المنتشرة في العديد من بيئات المملكة العربية السعودية أوراق الإيرفا كما يعلم الجميع تغطى بزغب شعيرات زغبية صغيرة هذه الشعيرات عند التكبير كما هو واضح في الصورة على اليمين شفافة تقريباً شفافة هذه الشعيرات وبغزارة توزيعها على سطحي الورقة تأخذ اللون الأبيض هذا اللون يعكس مباشرة الأشعة الساقطة وبالتالي يقي سطح البناء الضوئي تحته من الأشعة الضارة وبالتالي ما ينفذ القليل من الأشعة الذي ينفذ إلى السطح يساهم في عملية البناء الضوئي وبالتالي هذا من ضمن الأدوار البيئية الهامة للشعيرات بجانب عملها أيضاً كمعززة لسماكة الطبقة الحدية زوائد وأسطح البشر المحدبة والحليمية هذه الزوائد تكون عادة على الأدمة بمعنى أن الأدمة نفسها تأخذ مثل هذه الزوائد سواء كان زوائد حليمية أو زوائد محدبة أو أشكال محدبة لأنها تعكس شكل خلية البشرة تحتها مباشرة خلية البشرة مثلاً في مثل هذه التراكيبية خلايا محدبة وتغطى من الخارج بطبقة الأدمة فتغطى على طبقة البشرة نفسها وتكون محدبة مثلها مثل هذه التراكيب أيضاً تساعد في تعزيز سمك الطبقة الحدية وأيضاً تساعد وبالذات الأشكال المحدبة والحليمية تساعد في عكس الأشعة مثلها مثل الشعيرات إضافة إلى هذين الوظيفتين المعروفتين لحد الآن هناك أيضاً وظيفة أخرى لمثل هذه الزوائد تتعلق بعلاقتها بترسب الندى لأنه وجد أن خصائص مثل هذه الزوائد المحدبة والحليمية بترسب الشمح بطبقات معينة وذات أبعاد نانوية وجد أنها تتعلق بترسب الندى بحيث أنه في بعض النباتات عندما تترسب يترسب الندى في ساعات الصباح الأولى مثل هذه الخصائص إما أن تكون خصائصاً تعطي هذا السطح خصائص محبة للماء بحيث أن القطرات تنفرد على السطح بشكل كبير أو تعطي السطح خصائص كارهة للماء وبالتالي تأخذ القطرات الشكل الكروي تماماً وتنزلق بسهولة من على السطح إلى الأسفل وبالتالي تساهم في إعطاء الطبقات السطحية للتربة رطوبة من هذا المصدر اللي هو الندى وأيضاً تساعد في خاصية تسمى بالسلف كلينينغ التنظيف الذاتي وهذه وجدت في بعض نباتات شبه الجزيرة العربية وقد تناولتها في محاضرة سابقة في منتدى علماء النبات العرب الأريبيان بوتانيست لمن يعني مهتم بالموضوع وراضي الإطلاع بإمكان الرجوع إليها في اليوتيوب هناك قناة في اليوتيوب يمسمى الأريبيان بوتانيست من ضمن المحاضرات الموجودة محاضرة عن آليات التقاط الندى في بعض نباتات شبه الجزيرة العربية وتحدثت عن هذه الخاصية بالتفصيل لأنها تتعلق بنواحة رياضية وفيزيائية وبنواحة دقيقة لترسب وأشكال ترسب طبقات الشمع فوق الأدمي فبالنسبة للمهتمين بإمكانهم الرجوع للمحاضرة الثغور هي الفتحات الموجودة طبعا في طبقة البشرة والثغر مع أنه يعمل كنوافذ تفتح إلى الداخل لدخول ثاني أكسيد الكربون من أجل بناء الضوئي إلا أن هذه النافذة هي نافذة في الواقع تفتح على الفراغ الداخلي المليء ببخار الماء والماء وبالتالي فإنه في الظروف الجافة وفي ظروف اجتداد الحرارة هذه النوافذ مع أنها تعمل كنوافذ أو مسارات أو مسامل للدخول ثاني أكسيد الكربون إلا أنها في نفس الوقت تعتبر نوافذ أو فتحات يتبخر منها الماء في الأجواء الحارة النبات يضبط هذه العملية سبحان الله بشكل دقيق جدا جدا بحيث يضمن دخول الكمية الكافية اللازمة للبناء الضوئي من ثاني أكسيد الكربون ويضمن عدم تبخر الكثير من الماء الماء حيث يتبخر حيث يتبخر هذا لا مناصط منه ولكن بالتراكبة التي ذكرت سابقا بمرة أخرى نسبة مساحة السطح إلى الحجم أنا صدعت رؤسكم بهذا النسبة ولكن لأنها نسبة أو مفهوم أو عامل مهم جدا جدا بضبط خصائص السطح وبضبط نسبة مساحة السطح إلى الحجم يضبط النبات آلية دخول ثاني أكسيد الكربون للثغور وخروج الماء وتبخره بحيث أنه يضمن عدم تبخر الكثير من الماء وفي نفس الوقت دخول الكمية الكافية من ثاني أكسيد الكربون الثغور عادة ما تكون ضمن المستوى السطحي كما هو معروف للورقة يعني تكون في مستوى خلايا البشرة كما هو واضح في هذه الشرائح سواء في البشرة العلوية والسفلية أو في البشرة السفلية في بعض النباتات ومثل هذا الموقع طبعا موقع له ما يبرره بحيث تكون قريبة من النطاق الغازي بحيث تكون تبادل الغازات بشكل أكثر كفاءة وسرعة ولكن في نفس الوقت هذه النوافذ الصغيرة كما أسلفت تعتبر فتحات إلى الخارج وتعرض الأجزاء الداخلية ولو جزئيا إلى البيئات الحارة ولذلك يجب على النبات أن يضبط مثل هذه الفتحات بحيث تضمن دخول اللازم من ثاني أكسيد الكربون وعدم تبخر كمية كبيرة من الماء في بعض النباتات من أجل تعزيز هذه الخاصية بشكل كبير جدا جدا توجد الثغور بشكل غائر أو في اختفاضات أو حفر من صح التعبير ولا توجد على سطح البشرة مباشرة وهذا تعزيز أكبر وأكبر لمأيشتها في بيئاتها القاسية الصورة على اليسار المثال المعروف المشهور اللي هو النيريم أولياندر نبات الدفلة ومعروف طبعا في نبات الدفلة أن الثغور توجد في سطح السفلي في نطاقات غائرة وفي نفس الوقت هذه النطاقات أو الحفر أو الفراغات تكون عادة محاطة بالشعيرات حتى تعطي تكيفا أكبر تعطي طبقة حدية أكبر وبالتالي تقلل بشكل كبير جدا جدا من فقد الماء في بيئة نمو النبات في نبات الصنوبر والتنوب مثلا أيضا توجد الثغور في نطاقات غائرة تكون ثغور غائرة كما هو واضح في صورة المجهر الضوئي هنا وفي المسح بالمجهر الإلكتروني الصورة الأخيرة في اليمين أيضا تمثل نبات عصاري نبات الألوفيرا سطح النبات مصور بالمجهر الإلكتروني الماسح ويتضح أيضا أن الثغور عبارة عن نطاقات غائرة وكله لنفس السبب حتى تعطي تعزيزا أكبر لحفظ الماء بحيث عندما تنفتح الثغور لا تتعرض جزئات الماء مباشرة إلى الطبقة الحدية وقد تكون الطبقة الحدية بخصائص النبات رقيقة وبالتالي تتعرض بشكل أكبر لتيارات الهواء التي تتحرك بشكل صفائحي سريع فوق الطبقة الحدية وبالتالي تتبخر فهذا يعطي تعزيز أكبر وأكبر لحفظ الماء نبات السلب الذي مر معنا تكلمنا قبل قليل عن سماكة طبقة الأدمة ولكن لاحظنا أيضا أن الثغر يوجد في انخفاض بمعنى آخر أن الثغر غائر أو سنكن ستمتة الثغر غائر هذا قطاع بالمجهر الضوئي وهذا منظر سطحي لنفس الثغر بالمجهر الإلكتروني الماسح وواضح طبعا في وجود الثغور في الغور أو النطاقات الغائرة عندما تكون الثغور في المستوى السطحي الشكل A وB يمثل الثغور في المستوى السطحي في ظروف سكون الهواء في ظروف سكون الهواء طبعا تقدم معنا في الجزء الأول من هذه الدورة أن ظروف سكون الهواء تزيد من سماكة الطبقة الحدية وبالتالي فإنه حتى ولو كان الثغر سطحيا خروج الجزئات بخار الماء ممثلة هنا بمسار جزئ واحد للتبسيط خروج جزئات الهواء أو جزئات بخار الماء ستقابل طبقة حدية سميكة لأنها في ظروف هواء ساكل وقد يعود جزئ بخار الماء إلى الداخل قد يعود إلى الداخل يراوح مكانه لفترة وقد يعود إلى الداخل وقد أيضا يخرج إلى خارج الطبقة الحدية وبالتالي يقابل جزئات الهواء المتحركة حركة طبيعية ويفقد وهكذا ولكن في ظروف الهواء الساكن حتى ولو كانت الثغور سطحية ولأن ظروف الهواء الساكن تؤثر على سماكة الطبقة الحدية فمن الممكن في مثل هذه الحالة أن تعود جزئات بخار الماء إلى الداخل أو تراوح مكانها لفترة وهذا يحفظ الماء حتى ولو كانت الثغور سطحية أما إذا كانت حركة الهواء سريعة في ظروف حركة الهواء كما في الشكل سي فإنه بمجرد خروج جزئ بخار الماء مباشرة تأخذ هذه التيارات ويفقد أولا بأول طبعا لأننا نعرف من خلال معادلة الطبقة الحدية أنه سرعة الرياح عامل مهم جدا ومؤثر في سماكة الطبقة الحدية عندما تكون في ظروف سكون الهواء تكون الطبقة الحدية أسمك في ظروف حركة الهواء تقل الطبقة السطحية في الرسمة دي الثغر عندما يكون غائرا كما هو في ثغر السلب الذي مر معناه قبل كليل في الثغر الغائر حتى ولو كانت الرياح حركتها سريعة ليس فقط في ظروف سكون الهواء حتى ولو كانت حركة الرياح سريعة فإن وجود هذا الانخفاض أو الحفرة عن صح التعبير يوفر لي انفتاع الثغر في مثل هذا الغور يوفر له حماية من سريان أو تيار الهواء فوقه حتى ولو كانت سرعة الرياح عالية لأنه يوجد ضمن بيئة موضعية دقيقة جدا محمية من تيارات الهواء فوقها يضاف إلى ذلك في ظروف الهواء الساكن أيضا طبق الحدية فوقها وهذا أيضا يضائف أكثر وأكثر من حفظ الماء ولذلك فإن الثغور الغائرة حتى ولو كانت سرعة الرياح عالية فإنها تحفظ بشكل كبير جدا أو تحفظ رطوبة النبات بشكل كبير جدا لوجودها في مثل هذه الانخفاضات التي تقلل بشكل كبير من نفاذ جزيئات بخار الماء إلى خارج الغور لأن النطاق هذا بيكون نطاق عادة ترطب الحركة جزيئات بخار الماء وبقية الغازات بتكون عادة مقيمة فيه بينما خارج هذا الغور الرياح حركة الرياح لا تؤثر بشكل كبير كما تؤثر في ثغر موجود على السطح أيضا توزيع الثغور لكل وحدة مساحة وعادة في الأبحاث يأخذ لكل مليمتر مربع توزيع الثغور أيضا يؤثر في مدى فعالية تبادل الغازات وأيضا يؤثر في درجة تبخر الماء للنتح من النبات إذا كانت الثغور على مسافات متباعدة فإن جبهات التبخر فيها تكون بهذا الشكل التوضيحي عندما تكون متباعدة نطاقات التبخر أو الجبهات التبخر تكون متباعدة عن بعضها البعض بينما عندما تكون متقاربة تتداخل إن صح التعبير هذه الجبهات وتكون جبهات متداخلة وكأنها جبهة واحدة وبالتالي هذه الجبهات تكون ذات رطوبة أكثر وبالتالي تعزز أكثر وأكثر من سماكة الطبق الصبحية وبالتالي تعزز من حفظ بخار الماء لفترة أطول التردد الثغري كما أسلفت اللي هو كثافة الثغور يعني تدعى بكثافة الثغور الاستومتال دينسيتي أو الاستومتال فريكوينسي يقصد بها العدد لكل وحدة مساحة وعادة في الأبحاث تحال إلى المليمتر مربع عادة تقاس لكل مليمتر مربع هذا التردد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بشكل مظهري لعضو البناء الضوئي ورقة أوساق وأيضاً مرة أخرى بنسبة سيرفستفوليا مريشو أو نسبة مساحة السطح إلى الحجم إضافة إلى خصائص البيئة التي ينمو بها النبات وخصائص سطح النبات نفسه وجود أو عدم وجود شعيرات النباتات الأصارية في البيئات الجافة يبلغ متوسط كثافة الثغورها المتوسط بشكل عام نحو خمسين ثغر لكل مليمتر مربع بالمقابل أوراق النباتات العادية بخصوص النباتات سي ثري يبلغ متوسط كثافة الثغورها ما بين مئة وخمسين إلى ميتين ثغر لكل مليمتر مربع ونرى هنا أن التباهم كبير بين النباتات العصارية وبين ثغور الأوراق العادية ثغور الأوراق العادية وبالذات نباتات سي ثري الاستومة الفريكوينسي لها أو التردد عالي جدا بينما النباتات العصارية أقل طبعا هذا التردد يتعلق في المقام الأول بإعطاء فرصة لدخول تاني أكسيد الكربون فمثل هذا التردد العالي سيعطي فرصة أكبر هنا مثلا لدخول كميات أكبر من تاني أكسيد الكربون وبالتالي تعزيز أكثر لعملية البناء الضوئي ولكن في نفس الوقت سيكون هناك فقد أكبر للمع وهذا ما يميز نباتات سي ثري نباتات سي ثري فقد الماء بيكون عالي جدا فيها مقارنة بنباتات سي فور أو كام كما سنأخذ لاحقا إن شاء الله لأنها تحتاج لتثبيت كل جزيء واحد من السكر تحتاج إلى فقد كمية كبيرة من الماء وهذه من خصائصها الوظيفية الثابتة من أجل ذلك فإن نباتات سي ثري القاطنة في البيئات الجافة ويكون لها عادة تكيفات كبيرة عشان تقلل من فقد الماء مع هذا التردد الثغري الكبير من هذه التكيفات وجود الشعيرات والثغور الغائرة وتعمق الجذور إلى طبقات عميقة للوصول إلى الماء الأرضي إضافة إلى وجود طبقات أو وجود ثغور تغطي الطبقات السطحية بحية تستفيد من أقل قدر من الماء المتصاقط التردد الثغري المنخفض يقلل من انتشار ثاني اكسيد الكربون بناء على ما سبق وبالتالي من معدل بناء الضوء أيضا ولكنه يقلل أيضا من فقد الماء خصوصا مع نسبة سيف استفوليام ريشو ضئيلة والمحصلة محصلة قلة انتشار ثاني اكسيد الكربون نتيجة لقلة الثغور المحصلة قلة النمو قلة فعالية البناء الضوءي ولكن مع حفظ كبير للماء النباتات المعمرة بالذات ما يهمها إذا كان معدل بناء الضوءي معالي فيها ما عندها مشكلة الوقت كله أمامها حتى ولو كان نموها بطيء ولكن أهم شيء أنها ما تحفظ ماءها بشكل أو ما عفوا ما تفقد ماءها بشكل كبير ما يهمها أنها تبني بناء ضوءي فعال وسريع بقدر ما يهمها حفظ ماءها ولذلك مع تردد ثغري منخفض أي نعم يكون انتشار ثانيكسي الكربون أقل وبالتالي البناء الضوءي معدل أقل ولكن مع حفظ كبير للماء وهذا هو ما يحتاجه النبات في بيئته والمحصلة لمثل هذه القصائص زيادة عالية في القصائص المائي وزيادة فيما يعرف بالووتر يوز او زيادة كفاءة استخدام الماء وهذا المصطلح مهم جدا جدا يبين أهمية تكامل هذه الظواهر لحفظ الماء وبالتالي تجعل من النبات يستخدم أو يستعمل الماء بفعالية كبيرة ولذلك من الممكن فعلا وقتها اطلاق الووتر يوز أو خاصية الاستخدام العالي ذو الكفاءة العالية للماء عليها لأنها ترتبط كما أسلفت بخصائص السطح مع الحجم خصائص الطبقة الحدية وبالتالي ترتبط مع الكفاءة العالية في استخدام الماء بدون فقده بشكل كبير ومع ذلك انتشار ثانيكسي الكربون القليل في مثل هذه النباتات لا يهمها إن صح التعبير بقدر ما يهمها حفظ الماء ولهذا مثل هذه الخاصية نجدها غالبا وبشكل كبير جدا في النباتات الأصارية ومعروف أن النباتات الأصارية نموها بطيء لماذا نموها بطيء؟ لأن ترتبطها الثغري منخفض وبالتالي انتشار ثانيكسي الكربون فيها منخفض وبالتالي معدل البناء الضوءي فيها منخفض وبالتالي بناء المادة الجافة بناء كربون فيها بيكون منخفض والمحصلة نمو بطيء ولكن مع حفظ كبير جدا جدا للماء وهذا ما يجعل من هذه النباتات نباتات مقاومة للظروف البيئية القاسية في نطاقات تواجدها خصائص التركيب الداخلي الورقة تركيبها طبعا معلوم ومعروف للجميع عبارة عن طبقتين من البشرة بشرة العلوية والبشرة السفلية تحصر فيما بينهم طبقة الميز وفل أو الطبقة المتوسطة يعني زي سندوشت من الخارج الطبقتين البشرة العلوية والسفلية والطبقة المتوسطة هذه هي الطبقة التي تضم خلايا البناء الضوءي التي تدعى بالخلايا الكلورانشيمية الكلورانكايمة الكلورانشيمية والكلورانشيمية هو مصطلح كما يعلم الجميع يقصد به الخلايا البرانشيمية المحتوية على بلاسيدات خضراء بينما عندما تكون خلايا برانشيمية غير محتوية على بلاسيدات خضراء تدعى بالخلايا البرانشيمية العادية الخلايا الكلورانشيمية أو البرانشيمية التمثيلية التي تقوم بعملات البناء الضوءي في الطبقة المتوسطة في الورقة تكون عادة على نمطين النمط الموجود مباشرة تحت البشرة العلوية نمط يأخذ الشكل المتطاول العمودي ويدعى بالتالي بالخلايا الإمادية وهذه الخلايا تكون عادة متلاصقة بشكل شديد جدا جدا مع بعضها البعض حتى لا توفر أي فرصة لتبخر ماء كثير من الطبقة التي تحتها التي تكون عادة طبقة ذات فراغات كبيرة تدعى طبقة إسفنجية بعضا بالنسيج الإسفنجي لأن خلاياها لا تلتصق بكامل أسطحة مع بعضها البعض إنما تلتصق بجوانب معينة من أسطحة وتترك جوانب أخرى فارغة للفراغ ما بين الخلوم طيب الثغور إذا كانت موجودة طبقة السفلة فهي ستفتح مباشرة على هذه الطبقة الطبقة الإسفنجية وبالتالي تخول ثاني أكسيد الكربون بيتعزز انتشاره في مثل هذه الفراغات بشكل كبير طيب إذا كانت الثغور في الطبقتين العلوية والسفلية أو في الطبقة العلوية في هذه الحالة قد يتبادر إلى الذهن أن الثغر يفتح مباشرة على طبقة مصمتة اللي هي الخلاء العمادية المتلاصقة ولكن في الواقع كل نطاق ثغري تحته فراغ يدعى بالحجرة تحت الثغرية هذه الحجرة تحت الثغرية فراغاتها تتصل بفراغات النسيج الإسفنجي وبالتالي دخول ثاني أكسيد الكربون سيجد حيزاً ومتسعاً للانتشار عبر هذه النطاقات بشكل سهل وسريع بدون أن يمر بالنطاقات المتلاصقة للخلايا العمادية هذا مقطع عرضي في الورقة هذه الخلايا العمادية كما أسلفنا متلاصقة الطبقة الموجودة تحتها بين فراغات ولكن هناك نقطة قد تغفل عن طلاب طالبات الأحياء وبعض من يتناولون مثل هذه التراكيب وهو أن الفراغات الموجودة في الطبقة الإسفنجية مع أن المكتوب air spaces أو فراغات هوائية إلا أن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن الهواء يحيط بهذه الأسطح أسطح الخلايا أو بمؤضى الأسطح أبداً ليس هناك وكقاعدة عامة ليس لها أي يعني كسر لهذه القاعدة كل خلية حية في أي كائن حي لابد أن تحاط بالماء من جميع جوانبها كل خلية حية في أي كائن حي لابد ضمناً أن تحاط بالماء من جميع جوانبها لأن المواد الداخل للخلية أو الخارجة منها لا تدخل أو تخرج إلا ذائبة في هذا الوسط المائي ولهذا الماء ما يوجد فقط داخل الخلية طبعاً وجعلنا من الماء كل شيء حي إنما داخل الخلية وخارج الخلية وهذا من لزوميات استقرار الأغشية الخلوية في الحيوانات والنباتات ومن لزوميات أيضاً استقرار الجدران الخلوية في النباتات لابد شرط أساسي لا يمكن أبداً لأي خلية أن تبقى حية فترة وهي معرضة للهواء إنما كل الخلائي الحية بلا استثناء حيوانية نباتية ميكروبية فطرية كل الخلائي الحية تكون محاطة بالماء من جميع الجوانب ولو على هيئة غشاء رقيق ولو على هيئة غشاء رقيق قد يسأل سائل طيب نحن التركيبة الداخلة للجسم الخلايا محاطة بالماء طيب الجلد الخارجي علم الأحياء يقول أنه ما في خلية حية بين قوسين حية إلا وتحاط بالماء من جميع الجوانب طيب طبقة الجلد الخارجية تحاط بالهواء من الخارج سؤاله صحيح ولكن المضمون للخلايا خاطئ الخلايا ليست حية خلايا الجلد الخارجية الطبقة الخارجية ما يحية خلايا ميتة معبأة بالكيراتين خلايا ميتة معبأة بالكيراتين فقط بحيث توفر حماية من الظروف الخارجية أين الخلايا الحية الطبقة التي تحتها مباشرة ولذلك لو تلاحظون عند حدوث جرح أو خدش بسيط في طبقة الجلد السطحية يخرج سائل لزج كذا شفاف يتصلب إلى قشرة سودة هذا السائل اللزج معظم تركيب ماء وهو السائل الذي يحيط بالخلايا الحية يسأل سائل طيب العين العين القرنية طبعا ما نقدر نقول لنا خلايا ميتة وإلا ما كنا نرى القرنية أيضا يحيط بها من الخارج طبقة رقيقة كما هو معلوم وهذه هي الطبقة التي تجعل العيون تلمع طبقة رقيقة عبارة عن طبقة مائية ممزوجة بمواد زيتية بحيث تحافظ على الطبقة السائل هذا تحافظ عليه ماسك على القرنية لو كان سائل بشكل كامل بدون أي تركيب أو بدون أي مركبات دهنية داخل فيه بيسيل زي الدموع ولكن لأن في شيء من تركيب الدهني أو شيء من المركبات الدهنية فيحافظ على رواع ويعني رطوبة القرنية وفي نفس الوقت يحافظ على أنه يعتبر كغشاء ماسك على القرنية ما يسيل زي الدموع هذا هو الغشاء الذي يحيط بخلايا القرنية وهي خلايا حية وعبره يتم تبادل المواد خارج وداخل القرنية نعود مرة أخرى إلى النبات خلايا النبات لا توجد أبداً معرضة للهواء بشكل مباشر إنما الصورة هذه هنا إنما محاطة بالماء ولو على شكل طبقات رقيقة غشاء رقيق فيلم يحيط بالخلايا خارجها الفراغات الهوائية قد تكبر وقد تصغر بناء على خصائص النسيج الإسفنجي بناء على خصائص النسيج الإسفنجي ولو أن الفراغات لا توجد بهذا الشكل هذا فقط للتوضيح إنما توجد إذا كان طبقات الماء الرقيقة تغلى في الخلايا من جميع الجوانب ففيما بينها يوجد بخار الماء يعني ما في فراغ كامل بس طبقات ماء وبعدين فراغ كامل طبقات وبخار ما ينتشر بكثرة بين هذه الفراغات عند تكبير الجدار حتى تركيب الجدار نفسه تركيب الجدار المكون من ألياف السليلوز الواضحة هنا في صورة المجر الإلكتروني الماسح على هيئة ألياف متشابكة مثل الحصيرة أو القماش هي واضحة هنا بشكل يعني متباعد للتوضيح هنا بالشكل الأساسي الموجود عليه في جدار الخلية إذا أخذنا ليفة واحدة فقط من هذه الألياف هذه هنا مكبرة هذه فقط ليفة واحدة حبل واحد إن صح التعبير أو ليفة واحدة أو خيط واحد من هذه الخيوط مكبر هنا نجده بهذا الشكل عبارة عن رزم الرزم متراصة بهذا الشكل وهذه الرزم كأنها الواير الموجود لسحب السيارات أو حبل سميك مكون من حبال وخيوط أقل سمكا هذا الرزم في النهاية تكون الرزم أصغر وأصغر وفي النهاية تكون ميسيلات الميسيلات هذه عبارة عن خيوط رقيقة تتكون في النهاية من جزيئات الجلوكوز المرتبطة ببعضها البعض بهيئة سلاسل هذا التركيب يتم المحافظة عليه متماسكا عن طريق الروابط الهيدروجينية وأيضا نفس الروابط الهيدروجينية هذه تترابط مع الماء بحيث أن الجدار كله يكون محبا للماء بشكل كبير جدا جدا وهذا ما يحافظ أيضا أو يزيد في مساهمة أو يعزز المحافظة على الماء ولو على شكل غلاف رقيق يحيط بمثل هذه القلايا ثاني كسيد الكربون عندما ينتشر في هذه الفراغات من الثغر يتلامس مع الأسطح المعرضة هذه والتي تكون مغلفة بجزيئات الماء بهذا الشكل ومباشرة يذوب في الماء والنطاق ما بين السطح الذي يحيط به الماء والجدار الخلوي والغشاء الخلوي يعني مسافة بالأبعاد الخلوية مسافة قصيرة نسبيا مسافة ضئيلة ولذلك مباشرة عن طريق الانتشار يدخل إلى الخلية وبالتالي يمر إلى البلاسيدات الخضراء معاملية البناء الضوئي المعروفة هنا نفس الشيء طبعا مصدر الماء غالبا من الجذور ثم ينتشر بالانتشار وبالتشرب وبمسار الأبوبلاست والسيمبلاست الأبوبلاست عن طريق الجدران والسيمبلاست عن طريق الخلايا ينتشر إلى جميع أجزاء النبات ويتخللها بشكل مستمر منذ اللحظة الأولى للإنبات حتى موت النبات يدخل ثانيكسي الكربون للورقة عبر المرور أولا خلال الطبقة الحدية طبعا ثم الثغور عن طريق الانتشار وينتشر ضمن الفراغات بين الخلايا الانترسيليولر إيرس بيسيس للوصول إلى أسطح الخلايا الكلورانشينية طبعا تحيط بالأسطح طبقة مائية كما سبب ولهذا يجب على جزئات ثانيكسي الكربون الذوبان في الماء أولا للدخول للخلايا انتشار ثانيكسي الكربون كما هو معلوم في الماء أقل من انتشاره في الهواء لماذا؟ لأن الماء أكثر لزوجة وأكثر كثافة من الهواء ولكن لأن الجدران الجدران الخلايا كالورانشيمية رقيقة والمسافة كما سبق ضمن الأبعاد الخلوية التي يلزم المرور عبرها مسافة بسيطة حتى دخول البلاستيدات فبالتالي تقارب الخلايا والمسافة الضئيلة تعزز من دخول ثانيكسيد الكربون ومروره عبر الماء حتى ولو كان الماء أكثر من الهواء جزئ ثانيكسيد الكربون أثقل بمرتين من جزئ الماء ولهذا فإنه ينتشر أيضا بشكل أبطأ وهذا أيضا يضاف إلى أنه رقة طبقات الماء ويعني قلة الأبعاد ما بين سطح الخلية وما بين البلاستيدات والبلاستيدات عادة تكون قريبا من السطح الخارجي فهذه النسبة أو هذه المسافة الضئيلة تساهم بشكل أكبر في تعزيز انتقال جزئات ثانيكسيد الكربون بشكل أسرع لخلايا الكلورانشيمة وبالتالي تساهم في عملية البناء الضوئي بشكل أكبر بالمقابل ينتشر الماء وبخار الماء ضمن الفراغات بين الخلوية كما أسلفت ويخرج بسهولة عبر الثغور إلى الطبقة الحدية وإن ثم إلى الخارج يعني هذا الكلام أنه دخول ثانيكسيد الكربون بيكون عادة أبطأ من خروج الماء وهذا يعني أن تبخر الماء عند انفتاح الثغور بيكون أكبر من دخول ثانيكسيد الكربون كما هو واضح في هذه الرسمة هنا ثانيكسيد الكربون بالسهم الأحمر وهنا السهم الأزرق خروج بخار الماء وهذا ما يجعل من الخصائص التي ذكرت سواء من نسبة مساعة السطح إلى الحجم أو عدد رينولز أو الطبقة الحدية أو انتشار الشعيرات على السطح إلى آخره ما يجعل من هذه الخصائص هامة جداً جداً لحياة النبات وهامة لحفظ الماء ضمن هذه التراكيب الداخلية التجويف الثغري تحدثت عنه قبل قليل فقلت أنه عادة الثغور ما تفتح مباشرةً إلى سطح مصمت من الخلايا الإمادية أو الخلايا العادية لا إنما تفتح على فراغ كل ثغر في أي نبات أو في أي ساق يقوم بعملية البناء الضوئي يفتح مباشرةً إلى فراغ تحته يدعى بالتجويف تحت الثغري أو الحجرة تحت الثغرية المصطلح سبستومتال كافيتي سبستومتال كافيتي عن طريقها تانيكس الكربون ينتشر بحرية ويتصل بالفراغات في النسيج الإسفنجي وبالتالي ينتشر ويتلامس مع أسطح خلايا الكلوران كائمة وبالتالي يتعزز البناء الضوئي هذا فيما يتعلق بالأوراق ما ينطبق على الأوراق أيضاً ينطبق بشكل كبير على السوق التمثيلية العديد من النباتات تكون أوراق متساقطة وأيضاً تكون سوق خضراء تساهم في عملية البناء الضوئي وهذه النباتات لا تكون أوراق من الأساس أو تكون أوراق صغيرة سرعان ما تتساقط وطوال حياة النباتات ما يقوم بالعملية البناء الضوئي والساق كما في نبات المرخ وجزئياً كما في نبات العلقة أوراق صغيرة وقد تتساقط وتبقى السوق الخضراء وكما هو موجود في نبات الإفدرا وفي النباتات العصارية من الفصيل العشارية ومن الفصيل اليوفوربية وأيضاً من الفصيل الكاكتية الواضحة في الصورة هنا كل هذه الأمثلة أمثلة للسوق التمثيلية التي تقوم بعملية البناء الضوئي بعدم وجود أوراق وبوجود فقط ساق بها ما بالأوراق من تراكيب البناء الضوئي وخصوصاً طبقات التمثيلية وبالتالي بدلاً من أن تبني مثل هذه السوق أوراق والأوراق إذا كانت رقيقة عبارة عن مساحات معرضة للبيئة الخارجية وبتفقد الماء لا ما تبني أوراق أو تبني أوراق سرعاً ما تتساقط وتقوم بعملية البناء الضوئي عن طريق الساق فقط وهذا أيضاً يدخل في باب الحفاظ على المصادر وفي باب الاقتصاد في المصادر بحيث أن الساق فقط هي ما يقوم بعملية البناء الضوئي ولأن الساق سميكة مرة أخرى يثبت مساحة السطح إلى الحجم يتكون فيها ضئيلة وبالتالي يحفظ الماء بشكل كبير داخل هذا الحيز الداخلي الموفر للتخزين مقابل فراء أو مقابل سطح خارجي ضئيل يقوم بعملية البناء الضوئي حتى ولو كانت عملية البناء الضوئي نسبة إلى انتشار الثغور الضئيلة على مثل هذا السطح الصغير البناء الضوئي بيكون أقل فعالية بيكون معدل بطيء ولكن هذا لا يهم النبات كثيراً بقدر ما يهمه حفظ الماء بقدر ما يهمه حفظ الماء نقطة أخرى تتعرض بالسوق التمثيلية أو تتعلق بالسوق التمثيلية الأوراق كما نعلم في جميع النباتات بلا استثناء سواء كانت سريعة التساقط أو تبقى لفترة إلا أن مآلها في النهاية للتساقط وتشديد أوراق أخرى بينما السوق التمثيلية قد تبقى طوال حياة النبات وبالذات السوق العصارية قد تبقى لعقود عشر، عشرين، ثلاثين، أربعين حتى خمسين سنة وهذا كما يقرر العلماء التشريح يعتبر لغزاً لحد الآن لماذا لغز؟ لأنه دائماً معروف وبالذات في الأوراق أن الثغور لا تعمل لفترة طويلة، الثغور بوظائفها تفتح وتقفل ما تعمل لفترة طويلة تأخذ فترة وتلقائياً وكأنه موتاً مبرمجاً تلقائياً تتوقف وظائفها ما عد تستطيع الانفتاح والانغلاق كما السابق وبالتالي تذبل الورقة ضمن تغيرات أخرى وفي نقطة الانفصال عند العنط تبدأ الخلايا بالجفاف والموت وبالتالي تسقط الورقة هذا سنة إلهية موجودة في جميع النباتات ذات الأوراق السوق لا تبقى ثغورها في ثغور طبعاً مثلاً مثل الأوراق تبقى ثغورة فعالة طوال حياة السوق وإلى الآن لم يعرف ما الذي يضبط ذلك وكيف تحافظ مثل هذه الثغور على حياة مديدة طوال حياة النبات هذه صورة لنبات الريدة السينانكم فورش كوليانا من النباتات كما أسلفت الموجودة في جنوب غرب المملكة العربية السعودية في البيئات الجافة شرق تهامة هذا النبات لا يحتوي على أوراق يعني زي ما أنتم شايفين عبارة عن سوق تمثيلية تغطى بطبقة أدمة وطبقة شمعية سميكة نسبين هي التي تأطيها اللون الفضي هذا أو اللون المبيض هذا أو اللون الفاتح ناشئ عن الطبقة الشمعية بالذات عن الابي كيوتيكولر واكس أو طبقات الشمع فوق الأدمية عند آخر القطاع في الساق هذا القطاع هنا على اليمين الطبقات طبعاً التمثيلية منه واضحة لأن القطاع مصبوخ ففي البداية عندنا طبقات الشمع فوق الأدمية ثم الأدمة ثم البشرة تحت البشرة طبقات التمثيل الضوي تقريباً إلى هنا وابتداءاً من هذه النقطة تقريباً إلى العمود الوعائي كلها عبارة عن خلايا كبيرة مخصصة لتخزين الماء فقط ثم العمود الوعائي على حلقة متصلة في هذا النبات وأخيراً النخاع في المنتصف وأيضاً يساهم هذا النخاع في تخزين الماء وبعض المحتويات الخلوية مثل النشاء طبعاً تركيب الساق هذا تركيب ثابت سواء في هذا النبات أو في النباتات الأخرى تركيب الساق وبالذات السوق التمثيلية التي تقوم بعملية البناء البوي تركيب مبسط جداً وسهل التعامل معه بتشريحياً وفهماً عبارة عن بشرة إلى الداخل منها مباشرةً طبقة التمثيل الضوئي يقل تركيزها يقل تركيز البلاستيدات في الخلايا كلما اتجهنا إلى الداخل كلما قل التركيز وبيض النسيج يعني صار أبيض أو فاتح أكثر كلما كان مخصصاً لحفظ الماء بعدين يجيني حلقة العمود الوعائي سواء كانت حلقة متصلة كما هو واضح في نباتات الكاكتوس أو كما هو واضح في هذا النبات من بعض السوق العشبية التي تقوم بعملية بناء الضيس وعشبية الخضراء إما أن تكون حلقة متصلة أو عبارة عن حزن معائية منفصلة نفس التركيب الأساسي بشرة وطبقة بناء ضوي كلوران كائمة وبعدين طبقة مخزينة للماء من القشرة من خلال القشرة طبعاً طبقة البناء الضوي تدعى بالأوتر كورتكس القشرة الخارجية كلها خضراء تقوم بعملية البناء الضوي ثم الإنر كورتكس القشرة الداخلية مخصصة لتخزين الماء ثم العمودة الوعائية الستيل اللي يضم الحزن الوعائية وإلى الداخل النخاع المخصص للتخزين أيضاً التخزين وتخزين بعض المحتوىات الخلوية مثل النشأ في بعض الأوراق هناك تراكيب أخرى توجد في السطح وبالذات في خلايا البشرة بعض خلايا البشرة في بعض النباتات وبالذات في الحشائش في القرسس من فصيلة النجيلية والفصيلة السعودية تضم خلايا بعض هذه الخلايا تتضخم بشكل كبير جداً مقارنة بخلايا البشرة المجاورة لها هذا التضخم يعطيها الشكل الفقائي أو الشكل المتضخم الكبير وهذه الخلايا تدعى بالخلايا الحركية البوليفورم سلس هذه الخلايا عند امتصاص الماء أو عند الظروف المائية المواتية وعند امتلاء الخلايا بالماء تمتلئ هذه الخلايا وتدفع جوانب الورقة على جانبي كل مجموعة من الخلايا تدفعها إلى الخارج بمعنى آخر الورقة تتمدد هذا في حالة الامتلاء في حالة الجفاف تنكمش مثل هذه الخلايا الكبيرة وعند انكماشها تنطبق الجوانب اللي موجودة على جانبي كل مجموعة من الخلايا الحركية هذه والمحصلة انطباق الساق كاملة وبالتالي تنطبق الورقة إلى الداخل وبالتالي تقلل من المساحة المعرضة للتبخر والضوء وهذا يحافظ على الماء أو على البقية الباقية من الماء فيها في التمدد تنتفق الخلايا في تمدد السطح كاملا عند قلة الماء الخلايا هذه حساسة لفقد الماء مباشرة يبدأ انكماشها تدريجيا كلما انكمشت زيادة كلما انطبقت الجوانب الموجودة على جانبيها والمحصلة انطباق الساق بكاملها وهذا المثال المعروف لو قصب الرمال وموجود طبعا في كل تقريبا جميع الحشائش ونباتات الفصيلة السعودية الموجودة في البيئات الحر الموجودة في البيئات الحر عند الامتلاء نلاحظ أيضا هذه رسمة أخرى توضح ما سبق الخلايا الحركية عند الامتلاء تنتفخ ومع امتدادها وانتفاقها تدفع جانبي كل سطح من الجوانب على يمينها وعلى يسارها إلى الخارج وبالتالي المحصلة انفتاح الورقة ومدام الماء موجودا فتبخر الماء يقابل ماء موجود في هذه الأنسجة عند قلة الماء في التربة وزيادة التبخر والحرارة تبدأ هذه الخلايا بفقد الماء لأنها حساسة جدا لتغيرات فقد الماء والامتلاء تبدأ بفقد الماء وتنكمش ثم تندفع الجوانب على بعضها البعض والمحصلة انغلاق الورقة والتفافة على نفس هذا الشكل وبالتالي تقلل من مساحة السطح المعرض للضوء كما هو واضح في هذه الرسمة وبالتالي تحفظ البقية الباقية من الماء حتى سقوط الأنطار أو توفر الرطوبة مرة أخرى هذه الخاصية موجودة في الحشائش من الفصيلة النجيلية والفصيلة السعودية الشكل التالي أيضا يمثل الانطباق الكبير لهذه الأوراق وتمددها عن طريق تمدد البليفورم سيلز أو الخلايا الحركية آخر نقطة في الجزء الثاني من هذه الدورة مسارات البناء الضوء الفوتو سينثيتيك باثويز للنباتات كما هو معلوم ثلاث مسارات أساسية مسار سي ثري وهذا المسار يوجد في معظم النباتات الأرضية وفي كل الأشجار والشجيرات تقريبا كل الأشجار والشجيرات لها مسار سي ثري ومعظم النباتات الأخرى من غير الأشجار والشجيرات لها مسار سي ثري المسار الثاني سي فور وهذا يميز الحشائش في البيئات الحارة بالذات أما الحشائش في البيئات الباردة فتكون عادة تتبع مسار C3 بمعنى آخر أنها تسلك في بناء الضوء سلوك مسار C3 طبعا سمي C3 لأنه النواتج الأولية قبل تكوين السكر مباشرة أحماض أضوية ثلاثية الكربون وهنا سمي مسار C4 لأن النواتج الأولية قبل تكوين الجلوكوس مباشرة أحماض أضوية ثلاثية الكربون وهذه كما سلوك في الحشائش كما هم معلوم في البيئات الحارة وأيضا في بعض النباتات الملحية وخصوص من الفصيلة الكينوبوديسية أي مسار C4 في البناء الضوء آخر مسار كام وكلمة كام اختصارا لكراسوليشين أسد ميتابوليزم أيضا الحمد العصاري أول ما أكشف هذا المسار أكشف الفصيلة الكراسولية وهي فصيلة نباتات عصرية فأصبحت تسميها عامة هذا المسار في أي متلك هذا المسار كراسوليشين أسد ميتابوليزم أو اختصارا كان وهذا يميز معظم العصاريات الحقيقية الترو ساكولينس وحنعرف إن شاء الله لماذا سميت بالعصاريات الحقيقية مسار C3 تشريحيا تركيبه التركيب المعروف للأوراق إبارة عن خلايا الإمادية ثم الخلايا الإسفنجية أو الخلايا الإسفنجية مباشرة وهذه الخلايا تحيط بالأوعية أو الحزم الوعائية سواء كان الوعاء الوسطي أو التفرعات هذا الوعاء ولكن تحيط به بنفس نقطة بدون أي تراكيب مميزة بدون أي تراكيب مميزة يعني في خلايا الخلايا العادية تحيط به وعادة الخلايا التي تحيط بهذه الحزمة تكون خلايا غير مميزة وتفتقد إلى البلاستيدات الخضراء بسميه واضحينة في الصورة تفتقد إلى البلاستيدات الخضراء هذا مسار C3 عندما تنفتح الثغور يدخل ثانيكسي الكربون كما أسلفنا وينتشر بالانتشار ويتلامس مع الأسطح ويقوم بعملية البناء الضوئي مباشرة هذا بالنسبة C4 يختلف تشريحيا عن C3 في أن الحزمة الوعائية بجانب الخلايا العادية للميزوفيل خلايا الكلوران قيمة العادية والخلايا الطبقة أو خلايا النسيج للسنج العادية هناك خلايا تأخذ الشكل المتطاول عبارة عن طبقتين الطبقة الخارجية متطاولة أكثر من الطبقة الداخلية تحيط هاتين الطبقتين بكل حزمة وعائية تحيطان بكل حزمة وعائية بهذا الشكل وتحويان بلاستيدات الخضراء هنا الخلايا عادة التي تحيط بها مباشرة ما تحتوي على بلاستيدات الخضراء هنا طبقتين مميزتين بهذا الشكل تحيطان بهذه الحزمة إحاطة السوار بالمعصة كأنها ضفيرة ملتفة حوالين الحزمة الوعائية وتضم العديد من البلاستيدات الخضراء هذا ما يميز نباتات سي فور ولذلك يدعى هذا التركيب بتشريح كرانز التركيب كاملا يدعى بتشريح كرانز الخلايا المحيطة بالحزمة الوعائية تدعى بخلايا غمد الحزمة خلايا غمد الحزمة لأنها تعمل كالغمد أو كالغطاء حوالين الحزمة الوعائية البناء الضوئي هنا يحصل مباشرة بمجرد انتشار ثاني كسيد الكربون دخوله إلى الخلايا عن طريق أسطحة مرورا بالأغشية المائية التي تحيط بالخلايا ومباشرة للبلاستيدات الخضراء وتتم عملية البناء الضوئي العادية هنا تتم عملية البناء الضوئي ولكن على مكانين أو على نطاقين مكانيين أو على فترتين في نفس المكان الخطوة الأولى دخول ثاني أكسيد الكربون ويتخزن في خلايا الميزوفيل العادية هذه بهيئة أحماض ربائية الكربون بعدها بفترة هذه الأحماض تتحول مرة أخرى إلى ثاني أكسيد الكربون عند دخوله إلى خلايا غمد الحزمة وفي هذه الخلايا تكمل البناء الضوئي حتى صنع السكر الجلوكوس مرة أخرى هنا عملية البناء الضوئي مباشرة بينما هنا على خطوتين الخطوة الأولى دخول ثاني أكسيد الكربون تخزينه على تحماض أضوية ربائية الكربون بعد ذلك يدخل مرة أخرى إلى خلايا غمد الحزمة يتحول مرتان إلى ثاني أكسيد الكربون يدخل في تفاعلات البناء الضوئي العادية وينتهي بتكوين السكر الفرق بين الاثنين أنه هنا في خطوة واحدة هنا عندي في خطوتين وفائدة هاتين الخطوتين الخطوة الأولى تركيز وتخزين لثاني أكسيد الكربون بحيث أنه إذا كانت الظروف ممواتية تنقفل الثغور ولكن ما تنقفل إلا وفيه كمية من ثاني أكسيد الكربون موجودة تدخل على راحتها في خلايا غمد الحزمة وتتحول لثاني أكسيد الكربون مرة أخرى وتتم عملية البناء الضوئي بشكل عادي ولذلك نباتات سيفور عادة توجد في البيئات الحارة الدافئة وامتلاكها لهذا المسار بالتالي هو امتلاك لنمط تكيفي فيسيولوجي يتعلق أيضا بالتشريح على ضوء ما ذكرت هنا نفس الشيء طبعا هذا التركيب كله كرانز أناتومي وهذه الطبقات تسمى ب بندل شيث بندل شيث وفيها طبعا كلوروبلاست هنا أيضا رسمتين أيضا بنفس الشكل للتوضيح أكثر لو نلاحظ هنا أن الخلايا تفتقد إلى البلاستيدات الخضراء المحيطة بالحزمة الوعائية بينما هنا لا طبقتين كلاهما فيهما كمية كبيرة من البلاستيدات الخضراء هنا نفس الشيء طبقات عادية بدون أي شيء يميز الحزمة هنا لا طبقتين من الخلايا الكلورانشيمية اللي خلايا غمد الحزمة تحيطان بالحزمة الوعائية هنا مقاطع بالمجهر الضوئي لو نلاحظ هنا في اليسار ورقة الأرز الأرز بالمناسبة من نباتات سي ثري مع أنه من الحشائش ولكن الأرز لا ينمو في البيئات الجافة بل إنه يحتاج إلى بيئة مستقعات لنمو لو نلاحظ هنا حزمتين وعائية هذه حزمة وهذه حزمة الخلايا المحيطة بها خلايا تفتقد الكلوروفيل ما فيها بلاستيدات خضراء أبدا ولهذا ما نقدر نقول أنا سيفور مباشرة سيفوري بينما هنا في الميز الذرة الصفرة ومثل هذه الذرة الرفيئة أيضا نجد أن الحزمة الوعائية هذا اللي أشر عليها محاطة بخلايا غند الحزمة التي تضم البلاستيدات الخضراء المسار الأخير مسار كام هذا المسار يتواجد في مأظم العصاريات الحقيقية المسارين الأولين سي ثري و سي فور كلاهما عملية البناء الضوئي تحصل نهارا كلاهما عملية البناء الضوئي تحصل نهارا في سي ثري تحصل نهارا بخطوة واحدة في سي فور تحصل نهارا بخطوتين الخطوة الأولى في الخلايا العادية أحماض عضي أربائية الكربون الخطوة الثانية دخولها إلى خلايا غند الحزمة وإكمال عملية البناء الضوئي تكوين السكر ولكن كلها في النهار هنا لا الوضع يختلف بشكل جدري في مسار كام النباتات مع ساعات الفجر الأولى ومع شروق الشمس تنقفل الثغور إلى بداية غروب الشمس على الساعة ستة، ستة ونصر المغرب تم فتح الثغور عند انفتاح الثغور يدخل ثاني أكسيد الكربون طبعا ضوء ما في ولكن ثاني أكسيد الكربون متواجد في جميع الأوقات يدخل ثاني أكسيد الكربون من المغرب ساعة ستة، سبعة تمانية ثاني أكسيد الكربون شغال يدخل ويخزن على اهلحة أحماض عضوية ربائية الكربون في الفجوات الأصارية الكبيرة لخلايا هذه الأصاريات يخزن يخزن ستة سبعة ثمانية تسعة عشر نص الليل الساعة واحدة في الليل لا زال يدخل ثاني أكسيد الكربون الثغر مفتوح يخزن يخزن إلى بعد الفجر بمجرد شروق الشمس ينقفل الثغر ولكن ما ينقفل إلا على رصيد تخزيني من ثاني أكسيد الكربون على تحماض أضوية مخزن بشكل كبير في الفجوات الأصارية بعد ذلك بمجرد شروق الشمس الثغور مقفولة الشمس لا تحتاج أن الثغر يكون مفتوح الضوء ينفذ من الطبقات الشفافة للبشرة والأدمة فبمجرد انطباق الثغور انغلاقها يخرج ثاني أكسيد الكربون من مخازن في الفجوات الأصارية يتحول لثاني أكسيد الكربون مرة أخرى ويدخل إلى خلايا البناء الضوئي وتتم عملية البناء الضوئي بشكل عادي جدا والثغور مقفلة تستمر العملية تقل المخازن شيئا فشيئا بخروج ثاني أكسيد الكربون من الفجوات الأصارية خلوج تحول مرة أخرى من أحماض عضوية إلى ثاني أكسيد الكربون تلقائيا وتدريجيا تقل تقل نسبة هذه الأحماض إلى المغرب مع المغرب تكون المخازن قليلة جدا بالحمض العضوي وبالذات حمض المالك لأن صورة الحمضة هي أكثر صور تخزين ثاني أكسيد الكربون في النباتات الأصارية وبالتالي تنفتح الثغور مرة أخرى وهكذا الدورة ولذلك من أهم وسائل تشخيص مسار كام والتي من الممكن أن يعملها أي إنسان أو باحث أنك تجي للخلايا الكلورانشيمية تأخذها مع ساعات الفجر الأولى ساعة 6 الصباح مثلا تأخذ الخلايا الكلورانشيمية بموس مثلا أو ب يعني آلة حادة أو بمشرة تقطعها كده قطع بحيث أنك ما تقطع معها الطبقة الداخلية لتخزين الماء وتوزنها لكل واحد قرام تطحن واحد قرام لكل واحد قرام تحط عشر ملي ماء لما تطحن إذا كان النبات عصاري حيكون الماء هذا فيه كمية كبيرة من الأحماض وبالتالي حيكون البيتش حقه منخفض ولذلك بالإمكان معايرته كما كنا نعمل في دروس الكيميا الأولى بالإمكان معايرته بقاعدة معلومة العيارية وعادة أن تستخدم هيدروكسيد الصوديوم معايرة عادية وفي النهاية تطلع لك كمية الحمض نهارا تسوي نفس العملية مع المغرب إذا وجدت أن كمية الحمض مع المغرب منخفضة بشكل كبير جدا مقاررة بساعات الصباح الأولى مباشرة وإنت مغمض تقول أن هذا النبات يملك مسار كام هناك طرق أخرى تعتمد على النظائر المشأة وبالذات نسبة الكربون 13 إلى الكربون 14 وتدعى هذه الطريقة بكاربون 13 هذه تحتاج تجهيزات متقدمة شوية وأيضا تعطيك مو بس لكام تعطيك للثلاث نباتات أو ثلاث مسارات كلها تعطيك هل النبات هذا مسار كام الأرقام التي تطلع عن طريق قياس نسبة الكربون 13 إلى كربون 14 النسبة هذه تعطيك إذا كان C3 أو C4 أو كام ولكن تحتاج تقنيات متقدمة تحتاج الماس بكتروميتر وتحتاج أيضا إلى مواد عيارية معينة عادة يعني ما توجد في معظم المختبرات هذه نفس الشيء ليلا في نفس الطريقة تنفتح الثغور ونهارا تقفل الثغور ليلا تخزن ثانيكسير كربون على يتحماض عضوية نهارا تنغلق الثغور ويتحرر ثانيكسير كربون من مخازن ويدخل في عملية البناء الضوئي العادية هنا نفس الشيء هنا نفس الشيء أيضا ولكن بصورة أخرى استومتا أبن يفتح الثغر ليلا يدخل ثانيكسير كربون إلى بداية النهار يغلق الثغر وبعد ذلك تخرج ثانيكسير كربون من مخازنها وتدخل في دورة كالفن بنسل العادية التي تتهي بتكوين السكر الأصاريات الحقيقية التروساكيرانت هي التي يوجد فيها هذا المسار وهذه الأصاريات الحقيقية لا تدعى حقيقية إلا إذا كان لها حيز أو نسيج تخزين كبير كما هو واضح في ورقة الألوفيرا ورقة الألوفيرا من النباتات الأصارية الحقيقية الطبقة الخارجية كما في السوق الأصارية طبقة بناء رؤي طبقة كلوران كايمة الداخلية طبقات مخصصة لتخزين الماء مع كمية قليلة من الحزم العائية في الأطراف هنا هذه الصورة أيضا لنفس الورقة ولكن قطاع دائم هنا طبعا في المنتصف لأن الطبقات رقيقة جدا جدران الخلايا رقيقة فكانت متمزقة نسيج تخزين الماء مكوّن من خلايا برانشيمية كبيرة رقيقة الجدر وهذا النسيج يمثل مخزنا للماء وهذه النقطة هنا اللي تميز العصارية الحقيقية أن لها مخزنا للماء القابل للاستخدام قابل للاستخدام بمعنى وقت الحاجة أستخدمه ووقت ما أحتاجه أبقى في المخازن بهذه الخاصية تتعلق خاصية أخرى بجدران الخلايا إن هذه الجدران الرقيقة ومرنة تدعى بالكلبس بالسلز الخلايا القابلة للإنكماش والتمدد جدرها عالية المرونة عند الامتلاء تتمدد وتنتفخ مثل البالون عند الانخفاض محتوى الماء تنكمش وتظهر جدرانها مموجة وهكذا عند الامتلاء تنتفخ عند الانكماش تنكمش جدرانها وهكذا هذا ما يميز مخزن الماء القابل للاستخدام أمر آخر أنه دائما تحافظ هذه الأنسجة نسيج المخزن للماء دائما يحافظ على امتلاء ورواء الطبقة الكلورانكيمية أو طبقة البناء الضوية طبقة البناء الضوية في النباتات العصرية لا يمكن حتى في فترات الجفاف العالية أن يكون متموجا أو منكمشا ينكمش هذا ولا ينكمش هذا لأن هذا النسيج يحافظ على امتلاء هذا بشكل كبير النسيج هذا يضم بداخله فيما يضم من المحتوىات الخلوية على بعض العناصر التي تزيد من الضغط الإسموزي بينما هنا مجرد ماء معاقلة من الذائبات وبالتالي الماء مباشرة ينتشر من بالإسموزية من المخازن الماء إلى الخلايا الكلورانكيمية وخلايا البناء الضوية ليدعم امتلاءها بشكل مستمر ويحافظ على امتلاءها لأن المحافظة على امتلاءها هي محافظة على وظيفتها في البناء الضوية حتى في فترات الجافة وفي فترات الامتلاء تعود المخازن مخازن للامتلاء مرة أخرى وهذا ما يميزها وهذا ما يدعوه علماء التشريح باليوتيلزابيل والماء القابل للاستخدام الذي يتعلق بهذه المخازن التي تنكمش خلايا وتتمدد تبعاً لظروف البيئة الخارجية هنا نفس الشيء الصورة السابقة ولكن بشكل أكبر شوي هنا نرى الجدران المتموجة عند الانكماش فقد الماء والمتمددة عند الامتلاء وهذا كله عشان تحافظ على طبقة البناء الضوئي ممتلئة هذا هو نبات السينانكم فورشكوليانا هو نبات الريدة هذه الصورة صورتها لمكان لأحد النباتات الجافة وضعت بجانبها النبات في يعني امتلاءه الكامل وهذا مقطع للقلالة البرانشيمية المخزنة للماء هنا وهنا مقطع للقلالة البرانشيمية المخزنة للماء هنا نفس الشيء في هذا النبات العصاري هذا من النباتات الدخيلة من الفصيل الكاركتية وجد في محافظة بالجرشي التابعة لمنطقة الباحة عملنا عليه هذا أيضا النبات هنا في فترة الامتلاء وهنا في فترة الجفاف والانكماش هنا الخلايا منتلئة وهنا الخلايا منكمشة ولو تلاحظوا أيضا بالأسهم هنا أن الجدران متموجة وقت الامتلاء تنتفخ ثم انخفاض محتوى الماء سبيا تنكمش وهكذا وهذا ما يميز الماء القابل في الاستخدام ويميز أيضا الخلايا هذه التي تدعى بالكولابس بالووتر ستوريج سيلز الخلايا المخزنة للماء القابلة للتمدد والانكماش كولابس بال يعني قابل للتمدد والانكماش هذا النبات الحولي المعروف السليكورنيا أيضا بيأخذ قطاع فيه الصورة هذه طبعا أخذتها بالمجهر ولكن تحت الضوء المستقطب البولارايزد لايت توضح في المقطع الكبير هذا هنا طبقات البناء الضوئي بعدين طبقات تخزين الماء ثم العمود الوعاي نفس تركيب السوق العصارية والسوق العشبية التركيب هو واحد في السوق التمثيلية بشكل عام القطاع هذا أو الجزء هذا مكبر في فترة الجفاف نسبيا يعني كان المحتوى الماء كان قليل نسبيا وواضح طبعا بشكل جلي هنا تمود جدران الخلايا المخزنة للماء وتبعا لنقص أو قلة الماء وبعد امتلاءها بالماء ورواعتها تمدد من جديد وهكذا وهذا ما يميز العصاريات كما أسلفت هذا فيما يتعلق بالجزء الثاني أتمنى أن المحاضرة ما كانت يعني طويلة وإذا كان هناك أي سؤال أو استفسار فيسعدني ويشرفني أن أتناقش معكم فيها والإجابة عليها إذا في أي سؤال الشات موجود وأيضا المايك متاح أيضا لمن أراد المداخلة دكتور مبروك دكتور محضرتك المايك مفتوح لك جميعك شاهده إذا في أي مداخلة من الزملاء أو الزملاء الكرام أو الأبناء أو بناتنا الطالبات اسمح لي يا دكتور لو سمحت أي تفضل تفضل الله يزيد تفضلك وارضى عليك ويسعد إجابك والجميع جزاك الله خير والله ما عندي تساول يا دكتور ما شاء الله تبارك الرحمن كفيت وقفيت أخوك سلطان ناشتريفنا من ديمنوره حياك الله يا دكتور حياك الله شهدتني كثيرا وبررت وصدقت الله يحفظك ولا يحلمنا من علمك الجميل النافع العفو يا دكتور العفو جزاك الله خير أجر وآخي الله يحفظك أبدا حبيت أشكرك ليس لدي أي سؤال إنما الشكر والامتنان بزاكم الله الجنة والنعيم الله يبارك فيك وهذا من طيب أصلك يا دكتور ونشرف الله عافيك دكتور إذا سمحت لي مدام ما في سؤال في الموقت هذا على بل ما حد يسأل أي تفضل على السريع كذا دكتور إحنا مر علينا صيف شديد جدا ومدير المنورة حصل عندنا فقد كبير للنباتات ليس البرية بالأمانة إنما النباتات الحضرية الأوربين بلانتين المزروعة في الشوارع والحدايق العامة ما أعرف إذا كان ممكن أخرجكم شوية على الموضوع لكن الاحتياج المائي كان لهذه النباتات حيرنا كثير فإننا فقدنا عدد كبير لما نبدأ الآن مع موسف صفري شوية بدأ بعضها بنموات جديدة جميلة أعادت لنا الأمل في إنها تعود بعد ما شعرنا بألم شديد صراحة فإنها تروح لكن للأسف الشديد خسرنا عدد ما هو قليل ولا صار معنا في ما أبغى بالغ يمكن خمسة عشر سنة لراحت ما خسرنا بعدد ما خسرنا في هذه السنة من النباتات فما أعرف يا دكتور كانت واحدة من الأشياء اللي احنا احترنا فيها كثيرا ما هو الاحتياج النباتي كيف نستطيع أن نوجد الاحتياج النباتي بغير الطريقة لمذكورة حسابية الرياضية في الفاو لأنه ما أنا عارف أنا بعد ما حسبنا وسوينا أني في الفاو وهي معتمدة دوليا أعتقد أنها معنية بنفس النبتة لكن مو عندنا لو تكلمنا عن الدفلة الدفلة وهي نامية في إسبانيا ولا في إيطاليا هناك يمكن هذا احتياجها المائي ولا أعلم هل هذا الاحتياج المائي المعتمد العالمي لها المنشور هل أنا أطبقه على المدينة وأنا عندي حرارة في الخمسينات أو في نهاية الأربعينات هم ما عندهم هالحرارة فأحترنا في هذا دكتور كثير والمضع له علاقة طبعا بالنتح كثير والثغور وخسران النبات للماء وتعويض ما يلزم اللي يبقيها حية على الأقل حتى على الأقل من الجنة بالدكتور إنه نخسر مثل هذه الكميات أو نصف الأفضل فأفعل رائحة لكن بيكون علم ليتحتاج هل هي غمرك فيها ولا تنقل منك دين العادي ولا فأحترنا دكتور في هذه الأشياء إن كان أحد محاورنا اللي راح تجي في هذه الدورة فالحمد لله إن كان ترى لها أي تعليق أو مداخلة لك في جزاك الله جل ونعيم ما في كل الأحوال الله بباركك دكتور جزاك الله خير كله دكتور هذا سبب يعني اعتماد في المناطق على النباتات اللي هي متوسطة لإحتاجاتها المائية الإحتاجاتها المائية متوسطة الآن بدأ في صحة حدثة حركة واضحة نباتات المزوعة المعروفة نباتات الجزينة في الشوارع بالنباتات المحلية لأن احتياجاتها المائية المائية أقل ولكن هناك نقطة تتعلق بهذا الموضوع الماء النبات عادة حتى ولو كان وسطيا إذا عودت من البداية على ري قليل يأخذ قدر من التكيف ويحور أوراقه ويحور معدل نمو بناء على هذا القدر من الري ولكن عند الري طبعا البلديات يعني إحنا قشفناها ومنتم شفتوهم الوايتات تمر وتعبي بمئات اللترات للشجرة الواحدة أو للنبتة الواحدة وهي ماشية العمال ماشية فمثل هذا الرعي بشكل كبير جدا على أنه جزء منه يفقد بالتبخر السطحي إلا أنه يساهم في زيادة معدل البناء الضوئي يساهم في زيادة تمدد الجذور يقابلها أيضا زيادة في المادة الجافة وزيادة في تكوين الأوراق وهذه أيضا تحتاج احتياجات مائية زيادة وهكذا ندخل في هذه الدوامة حتى نجد أنه في وقت من الأوقات إذا اشتدت الظروف البيئية مثل هذا النبات اللي كان متعود ومتدلع شويا معلش على الكلمة يعني أصبح لا يعني يتحمل مثل هذه الحرارة العالية خصوصا مع مساحات الأسطح الكبيرة اللي كونها وتكون معرضة للنبات ومعرضة البيئة الخارجية فالأفضل إما الاعتماد على النباتات المحلية وهناك يعني قائمة يعني كويسة تعطي الجمال وتعطي الشكل وأيضا ما تكون أوراقها متساقطة ما توسخ أكثر للجزر في الشوارع ما بين الأرصفة أو ما بين الشوارع وفي نفس الوقت ما يحتاج يعني أن نرويها بشكل كبير يعني بعضها لو ترويه في الأسبوع مرة واحدة أو كل أسبوعين مرة يكفي لأنه أصلا هذا مقدار الماء اللي يتحصل عليه في بيئات وهذه نقطة النقطة الأخرى أنه هناك أيضا من النباتات المستوردة نباتات المزروعة نباتات تتحمل الحرارة وتتحمل الجفاف موجودة أصلا في بيئاتها وتتحمل الجفاف ومن ضمنها من ضمنها أنواع عديدة من الأصاريات وشبه الأصاريات التي تكون عدة أوراقها سميكة وهذه نقطة تتعلق بشيء ذكرت أنا في الجزء الأول من الدورة يوم أمس وليلة البارحة أنه استماكت الورقة كلما كانت الورقة سميكة كلما كانت أقدر على حفظ الماء وأقل في نطحة وتبخرها وإذا تم الأخذ بهذه الاعتبارات المذكورة سواء الاعتماد على النباتات المحلية التي تكون احتياجاتها المائية قليلة أو الاعتماد إذا كان مثلا النبات يعني شكل الجمالي في نطاقات معينة نبغى يعني نستمتع بشكله يعني نختار النباتات التي أساسا مجلوبة من بيئات جافة أو على الأقل ذات سماكة معتبرة بالتالي تقلل من نسبة مساحة السطح إلى الحجم وبالتالي حتى ولو حصلت يعني ظروف بيئية قاسية ما حيتبخر يعني جزء كبير من ماءها مع الري العادي التي تقوم به البلديات لعل هذا ما يعني تيسر أن أقول في هذا الصدد ويعني الموضوع ذو شجون يا دكتور ويعني أنا اللي أعلم أن وزارة الزراعة البيئة والمياة والزراعة بدت خطوات صراحة يعني كويسة في هذا المجال بالاعتماد على النباتات المحلية لدرجة أنها توقع أنها أرسلت لفروع وزارة البيئة والمياة والزراعة المتشرة في المملكة قوائم بالنباتات المحلية التي من الممكن استبدال النباتات المزروعة السابقة بها بضالة واجهك دكتور لا أريد أن أخذ وقت غيري لكن باختصار في كلمتين التوجه للنباتات المحلية دكتور موجود ومحل اهتمام من عدة سنوات ورفعنا به كثيرا ولما نجتمع مع المسؤول الكبار الأغلبية دكتور بكل شفافية لا يريد هذه النباتات المحلية والسبب شكلها لا يعجبه وهذا موضوع خارج عن نقاشنا أناك من باب الشيء بشيء يذكر الاحتياج الماء هو لتعبنا الاستبدال جاري وبدأنا فيه والمدينة الحمد لله شجرنا فيها كثير من المحلي أو غير محلي داخل لكنه آمن وليس إنفيزيف إلى آخره فالله يبارك إن شاء الله في الجهود الوزارة يا دكتور أختم بهذا مشكورة وزارة البيئة طبعا هي لها جانب تماما خارج النطاق العمراني تشجر والبلدية تشجر داخل النطاق العمراني الوزارة رسلت قوائم ووصلتنا يا دكتور القوائم فيها نباتات تنصحنا بها ما هي ناجحة عندنا أصلا نهائيا في المدينة فهي لم تخصص يا دكتور حتى اللي ناشرته على موقعها الرسمي تنصح بدليل تشجير لكل مدن المملكة بدون اعتبار ما الذي ينجح في بوجرشي وما الذي ينجح في القريات وما الذي ينجح في جيزان بدون تحديد جداول وهذه نقطة لعلها تصل إن شاء الله المسؤولين هناك حتى يفصلوا والفصل سهل ليس بصعب ذات على مثالكم دكتور حتى يكون نزرع شيء مناسب بالبيئة اللي هي راحين جاء مثلا نندم أو مجرد شكلي عجبها جاكراندا في أبها ناجحة يقوم يقول إلا أجرعها بالقوة في المدينة ما تيجي حتى الأقلمة تعبتنا كثير الله يبارك فيك يا دكتور والنقاش معاكم علمي جميل وذو شجون جزاكم الله خير ونكرر شكرا والله ينفع بكم كثير من المتعرفة جزاك الله خير يا دكتور وبرضو تعقيبا على النقطة الأخيرة هي فعلا النقطة في محلها يا دكتور أنه فعلا النباتات من جنوب المملكة من غير المنطق أصلا أنقولها الشمال المملكة أو العكس النباتات في أقصى الشرق من غير المنطقي أصلا ولا العلمي أني أنقلها أو ألا البيئي حتى من ناحي بي أني أنقلها للغرب إضافة إلى ذلك واختلاف الاحتياجات المائية وظروف البيئية أيضا هناك جانب يتعلق بالآفات قد يكون هناك آفات معينة متأقلمة مع السدر في المنطقة الجنوبية أروح أشيل للنوع هذا السدر وأنقله لشمال المملكة بالآفات الموجودة لما كانت موجودة طبيعيا عليه قد تخلق لي هناك أو تكون لي هناك مشكلة بيئية قد لا يظهر أثرها إلا بعد عقود بعد تمددها وانتشارها في البيئة وإستساغتها لأنواع محلية أخرى وهكذا فالموضوع لا يتعلق فقط بالاحتياجات المائية كما أسلفت يا دكتور وهذه نقطة مهمة أيضا وباختلاف الظروف البيئية هذه نقطة في محلها ولكن أيضا إضافة إلى ذلك أضيف إلى كلامك أنه يتعلق حتى بالآفات لأنه كل نبات عليه أعداء طبيعية يعني له أعداء طبيعيين ولو أنواع حشرية معينة وأنواع من الآفات تعيش في توازن تام ما يكون في أي كسر للحلقات البيئية بمجرد ما ننقولها البيئة جديدة غريبة عنها تبدأ المشكلات البيئية التي قد لا يظهر أثرها إلا بعد عقود والله وجهك وحصل معنا دكتور حد في بري وحصل معنا الله المستعان إن شاء الله يكون هذا المفهوم واضح للناس والمعنين بإذن الله حتى الخلطة الجينية دكتور تعبنا يجيبوا عرار من هناك يحطوه في جبال المدينة عشان في عرار ويزر خلط جيني وراتي في النباتات المصول وراتي الله مستعان فعلا الله إزاك الله خير دكتور طيب الأسئلة على الشات المحاضرة طبعا بيتم تزيلها الثلاث محاضرات كلها إن شاء الله في اليوتيوب وسيرسل الباوربوينت بيضغط إن شاء الله بنحاول نضغطه ونرسله على الإيميلات هل تعرض النباتة لإجهاد سواء ملحي أو جفاف شديد يؤثر على عدد الثغور أو الطبقات مثل الأدم والشمع فوق الأدمي طبعا النباتات من نفس النوع النامية في بيئات متباينة من نفس النوع عادة تؤثر البيئة عليها النباتات من نفس النوع في بيئات متباينة تؤثر البيئة عليها ولكن تأثير البيئة المفاجئ على النبات طبعا النبات يأخذ في التغيرات هذه فترة طويلة والتغيرات هذه عادة محكومة أيضا بالأساس الجيني محكومة الثبات الجيني هناك خصائص تشريحية ومرفولوجية ثابتة جينيا يعني ما تختلف في كل نبات وهناك خصائص من الممكن أن تختلف ومن ضمن هذه الخصائص التي تختلف في النباتات بناء على البيئة الجفاف والحرارة ولكن ما يكون التأثير فجائيا إلا إذا نمى النبات من نفس النوع في بيئة لفترة طويلة مقارنة بنفس النوع في بيئة أخرى هل سنتطرق لكيفية مواءمة النباتات ربائية الكربون للمعيشة في السبخات؟ بالمناسبة النباتات ربائية الكربون بجانب أنها متكيفة للمعيشة في البيئة الدافعة أو الحارة إلا أنه أيضا متكيفة للتوازن الأيوني أو للعدد أو لتركيز الأملاح في العديد من النباتات الملحية لأن العديد من النباتات الملحية هي أساسا نباتات ربائية الكربون بخصوص هل سنترك للتفسير أولا التفسيرات معروفة ولكن إذا كان القصد محاضرة أو دورة بالإمكان عن النقاش فيها والاستفادة يعني من الزملاء والزميلات فيها إلى حد الآن يعني المجال مفتوح إن شاء الله بإذن الله وسأل الله عز وجل أن يبارك في الأمر ويعني يجعلنا يعني بإذن الله تعالى نتعاون في هذه المواضيع مستقبلا هل يمكن أن يعتبر عدد الثورة توزيعها صفة تصنيفية ثابتة تميز الأنواع النباتية عن بعضها طبعا العدد اللي هو التردد الاستومة الفريكونسي ما يعتبر بشكل ثابت واضح مميز لكل نوع بحيث أنه ما أقدر أقول والله في نبات العشر متوسط التردد 200 ثغر لكل ملي وفي نبات مثلا الأكيشيا أكيشيا تورتيليس مثلا المتوسط مثلا كمثال 120 ثغر لكل ملي ما أستطيع أبدا القول يعني بهذا الشكل لأنه هذا يربط عادة بالبيئة ويربط بجانب هام هو نمو مجتمعات هذا النوع في بيئة لفترة طويلة لأن هذه الفترات الطويلة وجد أنها تؤثر على بعض الخصائص ومن ضمن هذه الخصائص التي قد تؤثر عليها عدد الثورة إذا في أي سؤال أو استفسار طيب كده نكون انتهينا إن شاء الله من الجزء الثاني الجزء الثالث غدا الجزء الثالث الأخير عبارة عن تطبيق لما أخذناه في الجزء الأول والثاني على صور تبين يعني بيئات معينة من بيئاتنا في المملكة العربية السعودية وبنطبق عليها كل هذه المعايير إن شاء الله بحيث نفهم في كل صورة تبين نطاقا يعني نباتيا وغطاء نباتيا في بيئة محددة يعني نطبق بعض هذه المعايير أو كلها اللي أخذناها باختلاف البيئات التي ستعرض وباختلاف النباتات في هذه البيئات وسيكون المجال إن شاء الله نصف المحاضرة بناء على ما سبق تطبيق المفاهيم وبعض النقاط اللي أخذناها سابقا والنصف الآخر نقاش مفتوح وأتمنى يعني من الزملاء والزميلات الكرام وحتى طلاب ابنائنا وبناتنا طلاب طالبات الدراسات العليا نحن نستفيد من بعضنا البعض ولو في أي معلومة عند أحد منهم فلا يبخل بها علينا فالمقصود من هذه الدورات هي الاستفادة الكاملة من ما يطرح ومن ما يناقش من جميع الحضور سواء كان يعني ملقي أو متلقي من الزملاء والزميلات الكرام طبعا القناة ستكون قناة المكتب الحلوية للسيارات والتدريب سيرسلكم الرابط بإذن الله سنرسلكم رابط المحاضرة بعد تنزيلها على اليوتيوب وسنرسلكم الباوربوينت كلها سنرسلها لكم على إيميلاتكم اللي سجلتها في بداية التسجيل في الفورن طيب لعله ما في أي سؤال ولعله أختم أشكر في الواقع كل من حضر لهذا الجزء الثاني ويتبقى فقط الجزء الثالث مرة أخرى أقدم كل الشكر وعظيم الامتنان لكل من شارك سواء بمداخلة عن طريق الشات أو بمداخلة صوتية من الزملاء أو الزميلات أو الأبناء أو البنات الطالبات في أوقات الدورة كلها سائل المولى عز وجل لنا ولكم كل التوفيق والسداد هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر